قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانو للحكومة الجزائرية قائمة برعاياها المقيمين بصفة غير قانونية والمتهمين بالتطرف والذين تريد باريس ترحيلهم وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية فإن باريس تسعى لترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتطرفين إلى دولهم ومنهم ستون أو ستين تونسيا وعدد مماثل تقريبا من المغاربة والجزائريين وكان الوزير الفرنسي قد اختتم جولته المغربية مؤكدا على تنصيق التعاون في المجال الأمني مع تونس والمغرب والجزائر معنا من باريس الصحفي والبحث السياسي نيزار جليدي أستاذ نيزار أهلا وسلام بك على سكاي نيوز عربية برأيك هل حققت زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى دول المغرب العربي المرجو منها أهلا وسهلا في الحقيقة هي زيارة عمل ومكشفة لأنها كانت مبرمجة في وقت لاحق ولكن الظروف التي مرت بها فرنسا فرضت هذه الزيارة المكوكية وهي زيارة متناظرة مع زيارات يقوم بها عميدة الدبلوماسية الفرنسية في نفس الوقت بما معناه أن هناك هذه الزيارة لها بعد أمني وهناك أبعاد دبلوماسية في الزيارات التي تقوم بها فرنسا الآن وقد تذهب حتى إلى روسيا لأن الموضوع دخلت فيه حتى روسيا بالمهاجرين غير شرعين المتطرفين الزيارة إلى تونس كانت تقريبا زيارة مهمة جدا باعتبار أن الإدارة التونسية اشتغلت بنسق جيد مع فرنسا إثره هجوم نيس ولكن هناك موضوع عالق وعالق جدا هو المتطرفون من صنع هؤلاء هل تونس مصدرة أو فقط منطقة عبور كشفت الأيام بأن تونس تلعب الدورين لأن النظام السياسي في تونس للأسف ومن يمسك باللعبة السياسية ساهم بشكل أو بآخر في وضع بعض القنابل المتفجرة الشضايا في فرنسا واليوم تكشف بعض الملفات عن أشخاص في شمعيات غير مصرح بها لهم تمويلات وتكشف الملفات شيء فشيء لأن من البدهيات عندما يذهب وزير داخلية فأنه يلتقي مع وزير داخلية ولكن في تونس التقى مع أكثر من وزير وهذا ما يدل بأن ملفات ساخنة ليس فقط الستون بل هي مراجعة مع أي طرف سنتعامل في تونس هل مع الإدارة التونسية التي لها كثير من القدرة وهذا الدور من حسن حظ تونس أنها مازال قائمة أو مع أطراف سياسية متشابكة وزراء يتنوبون كل ستة أشهر في تونس ليست هناك استقرار ليست هناك رؤية لأن كان من الجدير أن تونس أن تطلب بالمثل من فرنسا ليست ترحيل بل أن يقف نزيف الهجرة الغير شرعية أصلا من خلال اتفاقات موجودة تشمل التنمية اليوم سؤال آخر مطروح العدد القصر في فرنسا والذين كشفوا أن بعضهم في هذه القائمات وهم قصر بأي ثقافة أتوا من تونس من المسؤول على تكوينهم هذا التكوين الوهابي المتطرف الذي يدعو إلى العنف في مجمل الزيارات تونس والجزائر والمغرب هي بدرجات متفاوتة رغم اللغط الذي وقع في الجزائر عن زيارة هذا الوزير ولكن فرنسا تريد إعادة القراءة لتعاملها مع الضفة الجنوبية من جميع النواحي أستاذ نيزار اسمح لي على المقاطعة هنا معلومة إلى كيف نعم اسمح لي على المقاطعة هل ترى بأن هناك استعداد لدى دول المغرب العربي لإعادة هؤلاء لاستقبال رعاياها؟ لا هو طبعا هناك احتجاج كبير ومنطقي جدا بأن لا تصبح دولنا يعني محميات لإرهابيين أو مخافر لهؤلاء الإرهابيين المعالجة لابد أن تكون ليس هناك استعداد والدليل أن في 2016 طرح هذا الموضوع ولكن دستوريا تونس عليها أن تقبل أي تونسي هذا قانون ولكن أن تصدر لي ما هو أنتجاه هنا في فرنسا لأن العديد من هؤلاء تكون هنا بجمعيات تركية وجمعيات ممولة من دولة قطر في مساجد غير مرخص بها في فرنسا وفي جمعيات غير مرخص بها في فرنسا للأسف هؤلاء شوهوا الإسلام وشوهوا بيوت الله وشوهوا اسم العرب وشوهوا الهوية العربية الإسلامية وأخلاق العرب هؤلاء اليوم يحطمون ما أنجزه المهاجرون من انتجات في دولة فرنسا فرنسا تعترف بأن المهاجرون لهم دولة كبيرة في تنميتها ولكن هؤلاء هم ممولون أغلبهم من يدعي هذا الفكر التطرف هنا لا يتكلم حتى لكنة تونسية بل يتكلم لكنة تركية ولكنة قطرية لأن المال الذي يأكل منه هي دولارات قطر والأيام القادمة ستكشف ملفات هذا التمويل لنكون صراحة مع بعضنا البعض العديد من المتطرفين الجزائريين والتونسيين والمغاربة التكوين العنيف لم يكن فقط من دول الأصل بل من من زرعوا هنا كقنابل متفجرة عندما يقع الإثبات سيكشف من يمول هؤلاء والدليل أن الدرمان أول ما أول جمعية أو قفها هي جمعية الذئاب الرمادية التركية لأن دورها وصخ جدا في هذه العملية نعم الغضب الفرنسي من تيار الإسلام السياسي إلى أي حد يمكن أن يطال حركة النهضة التي يرى البعض بأنها جزء لا يتجزأ من ما يجري على الأقل في فرنسا للأسف الشديد فرنسا استفاقت بصفة متأخرة حول إيقاف نزيف الإسلام السياسي وخاصة حركة النهضة لأنه بالملموس فرنسا هي من حمت هؤلاء في سنوات التسعينات هي من قدمت لهم الجنسية وهي من قدمت لهم الإقامة وهي من استعملتهم لمضايقة نظام بن علي برغم اختلافنا مع نظام بن علي أو نقاط درجات اليوم كشفة بأن نظام علي هو أهون من نظام الإخوان المسلمين في تونس في كل الحالات رغم كل شيء فرنسا استفاقت مؤخرة والآن عرفت بأن هذا المد أصبحت شضايا حقيقية ستمس وستحرق أوروبا فرنسا استفاقت متأخرا وعليها الآن أن تراجع نفسها وعليها أن تعدل الدرجة مع من ستتعامل الطرف السياسي في تونس ولكن ستكشف فرنسا ملفات لهؤلاء والجميع يعرف ماذا فعلوا هذا وكم دمروا من شباب هنا في فرنسا كم خلقوا من تبيض أموال كم خلقوا من مساجد وهمية كم خلقوا من مداولات مالية غير صحيحة وأضروا في الكواليس تونس وهم من بشكل أو بآخر أضروا بكل تعاقدات التعاون بين تونس وفرنسا لأن البعد بين تونس وفرنسا هو بعد استراتيجي اجتماعي لأن عائلات ومصاهرات موجودة ولكن الإسلام السياسي دمر كل شيء إلى درجة أن اليوم من لهم مصارح في فرنسا أصبحت مهددة حتى الذين يحملون صفة المواطنة ويمارسون المواطنة في فرنسا أصبحوا يسألون أنفسهم أن يصل تونسي أن يقول ليست هذه تونس لأن حركة النهضة سيدي الكريم في كلمتين هي السرطان حقيقي دمر تونسي علاقتها بالعالم شكرا جزيلا لك أستاذ نيزار الجريدي الصحفي والبحث السياسي كنت معنا من باريس شكرا لك